وعجبني جدا جدا ولازم اقررها وبأكد عليها اللاعب محمد عبد المنعم ايه الثقة دي؟ ايه الخبرات دي؟ من اين لك بهذه الثقة يا ولد؟ محمد عبد المنعم ده حكاية حدوتة كده تدور فيها من حواديث الكرة المصرية الراجل ده بيخالف كل حاجة لها علاقة بالمنطق ولها علاقة بالورقة والقلم الراجل ده فوق التوقعات فكر كده بشكل علمي هتلاقي النتيجة غير علمية مع محمد عبد المنعم لعب صغير في السن ملعبش دولي في مراحل مختلفة كتير لعب بتلاقيه في البطولة ملعبش مع الاهلي قدام جمهور ملعبش في افريقيا ملعبش تحت ضغوط وتأتي البطولة وتلاقي محمد عبد المنعم كما الاسد يا ابني ايه ده؟ ايه التوقيت والتدخلات والشخصية والقلب؟ محمد عبد المنعم انا كنت سمع صوت دقات قلبه من هنا مش دقات قلبه خوف ده دقات قلبه ضبول الحرب اللي قدته كان بيدور عليها هي دي دقات قلب محمد عبد المنعم الراجل كمان عايز اقف يا اسامة عبد المنعم لا ما تعديش محمد عبد المنعم جرين لما اعقب محمد عبد المنعم ده نسخة انا قلت بلكده من 10 فاسم وكمان من كابتن هاني رمزي ده اللعيب المدافع اللي ولد كبيرا محمد عبد المنعم ولد كبيرا النهاردة مش فقط ان هو بيلعب امام الكاميرون لا انا عايزك تلاحظ طبعا خد افضل لعب ورجل المباراة واستحق ولكن انا عايزك النهاردة تلاحظ محمد عبد المنعم في كل كرة والثقة اللي بيلعب بيها الاتزان اللي بيلعب بيه مفيش اي قلق مفيش اي توطر مكسب كبير جدا للكرة المصرية محمد عبد المنعم والتاني مرة في رقلات الترجيح من وجهة نظري يكون محمد عبد المنعم بعد ابو جبل هو كلمة السر انت النهاردة فريق الكاميرون او منتخب الكاميرون بيضيع الرقلة التانية يدخل اللاعب اللي هيبداحك التفوق زي بالزبط مباراة مصر وكوتيبوار لعب كوتيبوار بيضيع الرقلة التالتة مهم جدا تدخل الرابع انت بمصر تتفوق يدخل محمد عبد المنعم بقلب حديد يحط الرقلة الترجيح النهاردة والبداية وفي وسط جماهير الكاميرون وجود ايتو وبنتكلم كتير عن ايتو لانه هو يستحق انه نتكلم عنه بالشكل ده لان مصر كبيرة اوي 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 في كرة القدم وكان لازم اي حد يواجه منتخب مصر يكون هادي جدا هنروح لفيديو سادي ومانيه ونتكلم عنه وان كان بدري اوي واحد صفر ده ولكن نتمنى نبقى نرد على سادي ومانيه حتى لو كان قديم حتى لو كان من سنتين لكن هنبقى نتكلم عليه بشكل او باخر لكن عندنا لقطة محمد عبد المنعم ورقلة الترجيح التانية بيدخل يديك التفوق عشان يلعب ابو جبل بمنتظ ثقة ويتقلق ابو جبل